أعربت مصر عن أسفها البالغ إثر عكس مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة من الأمم المتحدة على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقد ذيتو وقد أكدت مصر في بيان لها لوزارة الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاما وأضافت الخارجية المصرية أن مصر تعتبر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسئولية القانونية والتاريخية الملقاة على اعتقل مجتمع الدولي مطالبة الأطراف الدولية الدعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعادة الأمل في إحياء عملية السلام